سؤال يعني لا أراه إلا أنه ينم عن حب جارف وهقولي الاسم بقى لأنه هو آيل لكل حاجة حسن أبو حسان بيقول بالله عليك يا شيخ يوم الجمعة اللي جاية دي يقصد دي يعني ربنا يديك الصحة والعافية أنا عندي المدام كل جمعة بتسمعها فأنا عاوزك تدي لها نصيحة لله اللي هي تصلي بس لإني أنا قلت لها صلي وهي ما بتسمعش الكلام فأنا أنصحها لله علشان أبقى خالي من زنبها بس اسمها انتصار فوزي وأنا اسمي حسن أبو حسين مش عارف السؤال عندي كستمونة لو تنزرون على الشاشة لو تكرمتي طيب هو السؤال مش عندهم بس أنا يعني طبعا ده سؤال إنما عن شيء فإنما يدل على زوج حريص على زوجته أحبها في الدنيا وأراد أن تكون معه عند الله سبحانه سبحانه وتعالى ويا سبت انتصار ياللي بتسمعيني وزعلان قوي أن أنت بتسمعيني لأنني يعز علي أن حد يسمعني وما يكونش بيصلى ربنا سبحانه وتعالى يا ترى وإنت حضرتك وقفة كده قدام البوتجاز والجو ببقى حرارة شويتين وعندك شفاط بالطيء الحر والله نعرف واحدة أقسم بالله يعني كانت عايزة تركب تكيف في المطبخ مش عارف إزاي وليه بس قالت إن في ناس مركبة تكيف في المطبخ وكانت زعلانة هي وجوزها وإعني استغرطت يعني لما قالوا لي سبب الزعل فإذا كنت مش طيء الحر اللي هو بتاع النار اللي هي نار الدنيا اللي هي مجرد زرة من نيران الآخرة أما لا تعمل أي يوم القيامة هتعمل أي يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر تاريك الصلاة في أنه في النار مع قارون وفرعون وهامان هتعمل أي يوم القيامة وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر طب من غير ما تزعلي يا طرى حضرتك تحبي ربنا يديك العمر بعد ما تموت أن أنت تبقي مصار خلاف بين العلماء يا طرى تغسل وتدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليها ولا لا دي أرى يا جماعة أرى فقهية جات منين جات من النبي صلى الله عليه وسلم قال كده فمن تركها فقد كفر وطبعا اختلف العلماء هنا وقالوا الكفر هنا كفر النعمة ولا كفر العقيدة لكننا هنا على كفر النعمة لكن بلا شك بلا شك الشيء الوحيد الشيء الوحيد اللي هتتحاسبي عليه أول ما تحاسبي عليه من حقوقي من حقوقي الله يوم القيامة الصلاة الشيء الوحيد الشيء الوحيد ولا ينفع معها طاعة زوج ولا ينفع معها الصدقة ولا ينفع معها عمرة الصلاة فإن صلحت صلحة سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل يا أخت الكريمة والله زوجك ده يستحق أن تقبلين قدمه لتلك الموعظة ولذلك الحب